أهلا بكم مجدداً إذن ضيفنا اليوم هي السيدة ريم صلحي رئيسة اللجنة الوطنية لدور لمؤسسة استقبال الطفولة أو رياض الأطفال بالفيدراليا الوطنية المقاولين الشباب سيدتي أهلا بك أهلا بكم صباح الخير صباح الخير متتبعين الكرام لقناة النهار ولحسات الحديث مرحبا بكم حديث صحافة مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الشيق ونقول لك بالليه عديد من الروضات تم يتبعونا اليوم أكيد إن شاء الله الرسالة تصل سيدتي إذن بداية نبدأ من الظرف الاستثنائي الذي تعيش في الجزائر وهو انتشار فيروس كورونا كيف تأثر قطاعكم أو مؤسسة استقبال الطفولة ورياض الأطفال بهذا الظرف الاستثنائي إذن هو كان قرار رئاسي وإحنا قبلنا القرار بسك هو يأدي الطفل بصفة يعني كان خدمنا ممح يأديه بصفة عمى ولكن هذا القرار أدانا والمؤسسات المصغرة لرياض الأطفال تعثرت يعني ما قدرتش كان بعض المؤسسات اللي حيديروا غلق نعم حيديروا غلق لأنهم يستحيل أنهم يتواصلوا خاصة تزامن هذا الغلق تزامن مع الاشتراكات على كناس إلى كازوغا والدرائب نعم فترة ربما شهر مارس وكذا أكيد وإحنا بالنسبة لرياض الأطفال إحنا عدنا كما يقولوا إحنا نخدموه عنا شهرية مشي موسمية يعني إحنا عدنا الدخل تعنا شهري يعني بدوك إذا حبس السوال المربية أو المدارة أم حابسين كامل يعني المؤسسة ما تقدرش تعيش ما يشعيش هادو كامل ما بش تخلصوا الاشتراكات المؤسسة ما تقدرش تخلص الاشتراكات تاحا وماذا عن العمال؟ بالنسبة للعمال إحنا كان قل رئيس الجمهورية كان قلب اللي يستفدوا من هذيك المليون ولكن كانت مبهامة إحنا بعتونا المديرات التجارة أنا بنفسي تنقلت المديرات التجارة وهدرت مع المدير المدير قال لي نغم المو لاداس هي اللي تتكفل بكم لاداس قال لك إحنا ملحقنا أي قرار اللي يقلنا باش نمد لكم هذيك تعال إعانات على المربيات يعني ذوك من هذي المنبر أنا نقول دور ذوك المربيات هذو ما ليرانا كوتيزين عليهم ودرنا اشتراكات تاحهم كيفاش حمسك كيفاش حيعيشوا هذي الضرف كيفاش حيسددوا هذي الأيام خاصة انت على رمضان نعم هي كل عمال اليوميين أو الشهريين يعني يعانون من هذي المشكلة أكيد 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 وخاصة رياد الأطفال حد ما هدر عليه يعني نشكره كثير قانت النهار اللي عايتتنا واصطادفتنا وخلتنا نطرحوا هذي الإنشيغة اللي راهه كبير باختشكين تلتالف وستميات المؤسسة اللي راهي متعطرة وراهي تستنجد راهي تقول شكون يشوفينا وشكون يمدنا يد العاون باش نقدرون نعاود ونرفضوا روحنا يليكن التفاتها فقط باش نعرفوحنا روحنا من هذي المم وي نرانا ووشنا وما محلونا في هذي درفتع كورونا نعم سيدتي اسمعنا أنه كان عندك لقاء قبل أيام يعني حوالي ثلاث أيام أو أقل مع وزيرة التضامن ربما استمعت إليكم يعني ما الذي تحدثتم في هذا اللقاء المقترحة التي رفعتمها كيف كانت استجابتها؟ إذن احنا رياد الأطفال كان عنده مشكل قبل كورونا نعم سنتحدث عن ذلك يعني في وقته نعم المدى عن اللقاء مع الوزيرة اللقاء مع الوزيرة الآخر كنا طلعنا عند الوزيرة نهار الاثنين قال لك جاقر الرئاسي لأنه يستحيل الدخول عندها ما قال لك أعطونا الاقتراحات تتاكم لمدين لهم الاقتراحات وأول اقتراح اللي احنا نهدروا عليه ونقوله هو إلغاء دفتر الشروط ليستحيل تطبيقه يستحيل استحالة نعم لماذا سيدتي يعني دفتر الشروط هذا وش فيه؟ وش فيه يعني إجراءة فيه شروط تعجيزية يعني هاد الشروط تعجيزية اللي كان يطبقها رياد الأطفال يطلب أموال باهظة يعني يستحيل يولي الولي الأمر في عود يخلص تخوهم اليوم كي سلاموا عليكم وحنا هنا ما نقدرش تتسمى يولي رياد الأطفال يوليها اليوكس ما يقدرش أي إنسان يدخل لرياد الأطفال على وحنا بالنسبة مثلا على سبيل المثال يقول لك المرقد وحده يقول لك دي لقاعة علاج يقول لك طبيب يقول لك تلتمى كاتب الإدارية يقول لك قاعة لاستقبال الأولياء يقول لك شغل اهتمينا بالهيكل ومنسينا المضمون اللي هو الطفل الطفل نرملاً موكي يجي يلقى يلقى بيت يعني في البسيكولوجي حنا يعيطو لها المربية أو المديرة الأم البديل نعم نعم يعني يلقى بيت يلقى حنانا يلقى إن شاء الله ما يلقاش إدارة مشي كل كشغل عبارة عن ما كاتب عنه لازم يلقى أي طفل لازم يتمتع بالطفولة تاو عن بيت مطبخة أو إن الأخيرات طفل سُلبت منه الطفولة يعني نهضروها بكل صراحة أو إن الأخيرات طفل الجزائري سُلبت منه الطفولة تاو لخاتش ولينا مامحنا يا فرياد الأطفال ولا ويحثوا علينا أننا نديرو برامج لك شغل هذاك البرامج نديرو حشو الفكر للطفل يعني عوض الأمور النفسية أصبحت أمور تعليمية وكذا أكيد أكيد يعني كشغل وخاصة نشوفه الطفل لتاو خمس سنوات ولا يروح للمدرسة خمس سنوات صغير خمس سنوات نوفري هذا الأطفال يلعب يجري لخاتش الطفل ما يتجاوزش عشرين دقيقة في المقعد ما يتجاوزش عشرين دقيقة بزاف عليه لازم يسوغل لازم يجري كي يكون في المدرسة يلي قبلي يجي يسكت بش يخلي قسم تار إمتيحاني ما يدينش عليه الفوضى الطفل تاو خمس سنوات لازم يكون عنده حديقة لازم يجري فيها لازم يلعب فيها وكي يخرج لغي كرياسيون ماشي خمس دقايق لعش دقايق في المدرس هو أمو أطواء كغدغ الطفل لازم يلعب نعطوله يحقه في اللعب دغغ يتعلم باللعب يتعلم بالغناء نعم سيدتي يعني عادة دفتر الشروط ما هي النقاط الأخرى التي طرحت على الوزيرة إذن الوزيرة يعني كنا تلاقينا معها يعني بعد ما قدمتوا الاقتراحات لا لا قبل كنا رحنا عندها هدرنا معها قبلتنا أحسن استضافة يعني ما شاء الله وخالتنا راني هنا نخدمه كيف كيف على دفتر الشروط واني حابة نخدم معاكم ورحبت بالنقابة ورحبت بفكرة أننا دفتر الشروط فيه أمور تعجيزية قد نكون قوة الاقتراح ونكون نخدم معاكم مراني هنا نحن قدمتوا الاقتراحات نعم من أول الاقتراح الذي نحب أن نقدمه هو أننا نفتح وراشات عامل نعم بس كما تخرجها كل مشكلة يحل بالحوار بالحوار وراشات عامل نجيبه أخي الصائد اللي يخدموا اللي يخدموا هدك الدفتر الشروط بس كما تقول اندخل غياليتي يقول لك ما يجب و ما يجب ليس كيف كيف نعم يقول لك لازم هذا و لازم هذا لا يخدمني على هدك الأب الذي سيخدم هل تقول لك تلتم لا يمكن نعم يستحيل يقول لك رياض الأطفال لكس يعني احنا حبنا كل الشرائح يكونوا عدنا حبنا نخدمه مع كل المنت و احنا و احنا اذا حلينا هذا العامل يجري فيه دمنا نعم الطفل يجري فيه دمنا وحب العمل فيه دمنا ان شاء الله يتم سماء هذه الوسمة حتى قبل هذه الاقتراحات حتى قبل كورونا كان عندكم مشاكل وانشغالات عديدة ممكن تلخصيها لنها كده في عجالة قبل كورونا كان عندنا هو التوجو هو دفتر شروا هو العقبة الاولى العقبة الاولى وكذلك الادارة كل ادارة كل ادارة كيد كل ادارة عندها لغنية اللي تغني بها واحد يقول لك لا لا نحب الباب تخرج الأخير يقول لك لا لا واحد يقول لك لا لا نحب المشكلة في الادارة المحلية اس fixing ما مش على بلهم مش هم يديروا على مثل ما ممكن يجوك نحن يجوك لإحنا عدنا ليجان نعم الليجان الرقابة نعم نحن عدنا ليجان يجو يرقبونا سنوين يعني ما شاء الله يجو نرحبوا بالفكرة وهديك تزيد ساعدنا تزيد تاولنا طبعا طبعا كل لجنة عندها طريقة عملتها كل لجنة تهدر لك هدرا يعني ما من الليجان ما مش نفهميه فيما بعدهم ما كانش يعني نص تنظيمي تصير عليه على جال هذا حبينادي في الورشة ما بين العمل فعل الورشة أنا نديروا هد القوانين أعطيهم لي لازم نعرفهم من المفروض القانون يعلق عندما بالمؤسسة هذا هو يعني قانون الأساسي للمؤسسة كذلك ما بين المشاكلين عندنا عندي بزاف روضات عبر القطر الوطني لما زال ما استلمش الاعتماد تحهم نعم بالضبط من السنة الفين الف وتسعمية وتمية وتسعين عندي وحدة ما زال ما استلمش الاعتماد تحها وتشتغل وتشتغل كيف تشتغل يعني بدون اعتمات يا والله العديم هي قلق ضروف تاع إدارة نعم وبدا كي تنقلنا نحوسنا نفهمه واشنو واشكاين وقدروا لهم سيستام تاع الردع يدجي بلاقريمو ينغلقوا لك ميش كون ماتل هاش لاقريمو هي أعطات الدوسي المشكل وين راه لم يوجد رد من طرف الإدارة المشكلة في الإدارة نعم في الإدارة المحلية فقط يعني احنا يمدى بنا نحن نقدروا نساعدوا الإدارة كنقابة نعم نحن تنمى بالاقتراحة ليدرنا هذه الوزيرة كنقابة نقدروا نساعدوا الإدارة المحلية ونكونوا شركاء اجتماعيين معهم ونتمشوا معهم في كل خطوة نعم سيدتي ماذا يعني أن كن أمهات عاملات ويشتغلنا في هذا الزمن الكورونا وعندهم أطفال كيف يتعاملنا مع هذا الضرف إذن القرار جاء كما يقولوا في قطاقتنا نحن غلقنا لا نقدروا مستحيل نفتحه ألغى يقولك كن بعد الأمهات التاج أو المربيات يشدون لهم أولادهم في الدار وهذا خطر خطر معا بسكو كن دين وغيس تاني كن دين وغيس لما يشدون تاني الأطفال في الدار وهذا خطر على الطفل بسكو أم قاعدة في الدار ما تحسش وش عندها الوليدها ما تحسش كن خطر على الطفل أنا نعم نعم هذا يعني أخذوا مبادرة من عند أنفسهم من عند أنفسهم أكيد دون العودة إلى مديرة الروضة أو أكيد إحنا ما ممنوع لنا نفتحه يعني ما إحنا نحترم القرار هذا أخذوا قرار رئاسي وكي جا جا يعني ردعي يعني قرار صارم يعني من المفروم من أجل الصالح العام من الصالح العام أكيد وهو وباء خطر يعني وباء يعني لأدي للموت يعني ماشي حجال تاقلوا بالإنفيروس اللي تشربلوا دوا وتبراو خلاص هو خطر اللي يدي للموت نعم سيدتي بعيدا عن كورونا ما هي رؤيتكم المستقبلية لما بعد كورونا ما هي أولويتكم ما هي الأمور التي ستركزون عليها في المستقبل إحنا فهم إحنا يعني حب هذا أول حاجة نسمع السيدة الوزيرة أنها لغاتلنا هاد دفتر الشروط بشحناية وما المؤسسات المصغرة رياض الأطفال وقهامش للراحة أكيد أكيد بس كالنفسية التحم عندهم ضغط نفسي كبير لقد عندنا مام الكرة عندنا ولكرة تعل سيدي فيلا ولي فيلا يسون شاغ ما هيش مليون ولا زوج ولا ثلاثة لانا بخمستاش بعشرين ثلاثين مليون يعني بش نقول لك سيدي في بيجي يعني بش واحدة تلقاها عينيها محلولين كامل الليل تخمم كيفاش تتضرب ربعة وعشرين مليون ولا تلتمية مليون مش تخلص مول الدار للكامل ما ترقدش وكينا هادر مام قولوا والله ما نرقدوا ما دام أنا خايفين الكرام مول الدار كيفاش كان لي حمد الله كاين اللي أنا منسأجرين عنهم كان لي حمد الله اللي يقول لك أكيد أكيد ألوحبها دالو كانتكون عدنا تاني نضرة من جانب القرض يعطونا قروض هذيك القروض اللي نقدروحنا المؤسسة أمواء نعاون بها بنسبة إما نخلصهم مربية تتاونا إما نواصلوا في الكرة تاعنا المؤسسة تعاود نوض شوية بداتها بش ما نقولوا منين حنجيبو كيفاش حندير هذي قروض يعني خاصة بفترة كورونا خاصة بفترة كورونا أكيد وتكون المدى تحاو مور كورونا بش دخلصوها من خلصوها مباشرة مباشرة بش دوك إماجيني ستشهر ما خدمناش وبعد ستشهر آي جايتنا اشتراكات عقناس كازوغال لزنبو وليزنبو من قدشنا خلصوها في مواجهة والعمي امبوسيب بش دوك ما نش خدامين معدناش نعم ما نش خدامين كامل مين حنجيبو بش نعم هذا عن يعني هذا في أمورتها المشاكل نهضر شيئا بإيجابية العالم ره يتطور أكيد أنه برامج تاليمية يعني محتوى الروضة وليس فقط الشكل يعني كما يركز دفتر الشروط محتوى الروضة ما هي البرامج المعتمدة ما هي المناهج شوفوا لغران عندي تفاؤل كبير خدش أول مرة في التاريخ الجزائر أن الفيدرالة الوطنية المقاولين الشباب قامت ب لمشة من الروضات نعم ووحدتهم أول مرة أول مرة رياض الأطفال يكون عندها تمثيل وتحياتي الخالصة للفيدرالية الوطنية المقاولين الشباب لخلقة هذه اللجنة لوقتها رهي هذه اللجنة ومنها نفتح نقاشات برامج طريقة التعامل مع الطفل مما نخلقه لفورمسيون كيفاش مديرا وين لازم تتكون وين لازم تكون موربيتها عبالك التكوين حاجة مشيزة خلاص قريط ما نعود نقرأ التكوين لازم يكون يكون يكشغل مداوم عليه كل حاجة جديدة لازم خاصة أنا نطوره مانش نرجع لازم هذا الطفل اللي يراه كما نقول لنا وهذه العبارة تايب كما يعرفوني بها الطفل هو عبارة عن مشتلة نعم أكيد الطفل المشتلة هي غرس الأفكار أنا كرياد أطفال كي نعطي لك 20 طفل إيكيليبري وهذه 20 طفل يتلقى مع 20 طفل وحدة آخر شوفوا نخلقوا مجتمع فهذا رياد الأطفل نقوى وزير نقوى طبيب نقوى رئيس نقوى معلم نقوى لأنه يخدم المجتمع أنجوغ لأنه نكون عجوزة نكون مريضة هو يجي داويني إن شاء الله ربي يحفظ على صحتك إن شاء الله كما يقال الطفل صفحة بيضاء والمجتمع يكتب عليها هو الآن روضة الأطفال تكتب عليها تكتب عليها نعم ماذا تكتب روضة الأطفال في هذه الصفحة البيضاء على ماذا تركزون يعني ما هو دور روضة الأطفال نعم هي السؤالي في كل مرة نطرحها كنكون اجتماعات ولا نديره ما هو دور رياض الأطفال في المجتمع نعم دور رياض الأطفال أنه يحتوي الطفل أول حاجة يقدر كذلك يزرع فيه بوادر طيبة دور رياض الأطفال أنها تكسب المهارات للطفل دور رياض الأطفال كذلك أنه يقوم بتنمية المهارات التاعه تقوم بتفيد منذ 20 عام السيارة نرى أطفال يكون هناك تحياتي خليصة عنهم صلى الله عليه وسلم تجدون أنهم يدعونهم بشكل أشخاص ينظرونهم بشكل أطفال أولياء يتقبلون لك وليس أولياء يقولون أولياء ينبلي كيف يذهب مع الطفل كيفاش ندير الوح نحتويهم ونمشيهم حتى نخرج ونخرج من هذه الفترة وهذه المرحلة نعم عندكم توم مرشدات نفسانيات أكيد أكيد يكونوا معنا مرشدات نفسانيات يكونوا معنا كما المربية إذا كتشوف المربية إذا جوزت لخمس سنين نقول لك تكون عندها خبرة رائعة أكيد أصبحت أم أصبحت أم وأصبحت محترفة في الميدان التاحة نعم سيدتي هنا نفتح قو الصين فقط هناك اتهامات عديدة طالت بعض رياض الأطفال يعني نتحدث بإيجابية لكن حقيقة واقع كيفاش أنتم تتلقوا هذه الممارسات السلبية للأسف سيدتي حدث في كثير من الولايات هناك خلق رياض الأطفال يستحيل تكون فيه خطأ لماذا؟ ماذا؟ واليجان واليجان تضل مره تقدر تصافي روضو أوفتنين الغلطة لكينة كين بعد الجمعيات يفتحوا لهم في قاغاج وبدأوا يكتبوا رياض الأطفال في قاغاج ماذا كنت أعطاه لها قريمو؟ نعم ماذا كنت أعطاه لها قريمو؟ هذا هذا حنا اقتراحتنا إذا كنا نعمل المديرية ونوقف معها يد بيد ونحن لم يشرفنا شي مثلنا رياض أطفال من هذا أكيد ربما يعني ناس متطوعين المتطوع ما هو شي يعني متكوين التخصص الطفل مادة خامة الطفل واحد ينفيسي في الطفل هو حيمد لك للمستقبل تزرع في هدوكك بش تحصد بلوطاخ يعني ما لازمش للعبو به لا في طريقة التدريس ولا في طريقة التعامل ولا في طريقة الأكل ولا في طريقة الحوار خلي الطفل يحاورك ما تكونش مربية لتردع الطفل خلي الطفل يناقش خلي الطفل يساهم خلي الطفل يعطيك أفكاره خلي الطفل هو سقص يقوله وشك وحب نديره وش نديروهك وحب نتعره وريح خليه يشارك خليه يحسره هو هو من مؤسسين هذه الروضة نعم الآن ننتقل إلى السيدة ريم صالحي كمربية أطفال كمديرة روضة ما هي النصائح التي تقدمينها الأولياء من أجل التعاون مع الأطفال لتهم في هذا الظرف الاستثنائي نعم في هذا الظرف الاستثنائي نحنا كنت هدرتها ودرت دي لايف وكنت قلت لهم الطفل الطفل نعم ما عنده حتى دنب لازم الأم توسح خاطرها لقد شحنا للجزائريات شوية متعصبت وما نقبلوش نحبو دار نقيا وشابا ونحبو الطفل بوبيا ما يهدر ماول ويكون بيا ويقربيا ومشتهد ومسجم والآخر وهذه مستحيل مستحيل الطفل عنده طاقة زائدة يتحرك يجري نعم يجري لازم يعيط لازم يخطأ يخطأ أنا سحح له من الخطأ أن نتعلم نعم هو هو يغلط وأنا سحح وهذه نعطي هده من الأولياء كي يجوا سجلوا الأولاد أطفال تهم يقولوا كي يغلط في الطريق ويحكم في بوليسي تتضربه أسكت الشرطة كي يتضربك أسكت تزعف لا 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 يقولوا أه يقولوا سلامهم شوز هو مديور بش يخطأ وناني هنا بو او نكادغي لانفان نحتويه أنا نعطيه الأسس تاو وخاصة الطريقة اللي منحبهاش العياطة أن الإنسان يتحاور بطريقة تاع كشولي في الشغلو فيه كي بيقولوا في العمية هيا يزعفان أختي وصخلها الدختي هتعاوت نوت تسيق إما لا تزقالي سحا نقول لك هذك تسيق ما يدير وانو بغابوغل هذك الطفل ووش حتربيه ووش حتغرسي فيه ووش حتخلي فيه لغدتش كل صيحة كل ضربة كل قزوة كل كلمة ما شيف محلها أكيد تقتل الطفل نعم وكتشوف الأخطار لك يدرتيهم في وليدك كتر من كورونا نعم نتوما أكيد تلاقوا يعني حالات لأطفال هكذا يعني كيفش تعملوا مع هذك الأطفال العصبيين الأطفال اللي عندهم ميزاج صعب الأطفال اللي عندهم ميزاج صعب أنا دايما نقول الأولياء لا تخي سيتيفين اللي دايش يكتعش كل تقطع وتلسق لا خطش يمتصل الطاقة يخليه باركزونبل هذوك يركب هذوك بالمقارون ولا الأخور هذوك في الأخير يركب لا مو تخي سيتيفين يركب يمتصل لا تعطيهش كمية كبيرة بش ما توريلوش بليهو عاجز تعطيه كمية صغيرة تحطها له على الطاويلة وتخليه يخدم شوية وتحفزه كيف خدمها تقوله شاطر كيف نخدمها كيف نخربشها شاطر بسكراهو بدا ثقافة الإيجابية ثقافة الإيجابية ونا كيف نعيط لها بالبرمجة العصبية نعم أنا بالبرمجة العصبية نخدم بها بزف أنا نهمني كيف حبي يكون حلقه يبغافه جيد واصل بسكراهو في هاد السن ما هوش مديون لا بش يقرأ ولا بش يكون كيف يقوله كاغي يعني كل شي يعرفو كل شي هو مسكين الزاد ما يعرف والو حنا بدينا نعطوله بشوية وإذا خطأ عرفي بلي الخطأ منك خدش أنتي معطيتي هالوش في الأساس خدش هو راهو يتبع الخطأ وقتتاعك أو يتبع في الخطأ إيه لا كدب بس كنت يكدب يقدامه نعم إذا رفض خدش أنتي رفضتي قدامه إذا راهو خدش أنتي كتراوغي لازم أنتي تكوني مثالية وقدوة قدامه بش هو يتبع الخطأ وقتتاعك نعم سيدتي أعلى ماذا تركزون في رياض الأطفال على اللاعب أو التدريس القراءة أنا طريقتي الخاصة كل رياض الأطفال وطريقته الخاصة وذوك الوزارة رهي دارت برنامج موحد من البرنامج اللي دارتو أنا كذلك أنا كنت خل برنامج أنا بخير فرنضيره وراشد ربما يعالج هذا الاشكال ويعدل البرنامج ما دارو برنامج تعمل مونتي سوري نعم مونتي سوري يدارو في بريطانيا بريطانيا معرفين بالدم البارد نعم نحن جزائريين معرفين بالدم السخون يستحيل تمد الطفل الجزائري مسير وليس مخير نعم والطفل البريطاني مخير وليس مسير نعم الموسيقى أن البسول ونكسر ونخلوا ونخلوه ونكسر ونحبوه ومسألت الإطلاق على الرياد الأطفال نجعلوه ممتاز يستحيل التربية هي من الأساس ألحى من الجدور برنامج كارل من جديد نقدرون نفعله هذا برنامج مونتي سوري هذه كل بلدين مقوامته وبرنامج مونتي سوري هو برنامج يتواصح حدخ 15 سنوات هو الطفل التي يكون لبغى في المدرسة حر لا يقعد شي حر قالوا غي يستحيل كي يوصل سنة أولى حنا علمنا له ما علمنا لهش الانديباط حلمنا له يكون لي بغو حر وبدأ يوصل سنة أولى تقيده يستحيل يستحيل يدخل في حد ولا غي تصالوا إنهيار عصابي ديجا البرنامج البداغوجي الوزاري ثقيل تزيد أنك خلي تقول لي بغو بعد تقيده نعم ماذا يعني عن بعض الآباء سمحهم الله يقول لك أنا علمني وليدي اللغة العربية الفرنسية حتى الإنجليزية يسمعوا لهم أنشيد بالعربية بالفرنسية بالإنجليزية يعني كم كبير من المعلومات كيف تنصحين يعني هؤلاء هذا الشيء إيجابي ولا سلبي هذا الشيء سلبي بس كما يقولوا راهي جديد على مض أوليد لوسيا ويهدر فرنسي لازم أن أتنى أوليد يهدى فرنسي نعم للأسف خطأ خطأ شاء طفل في ثلاث سنة وتمسكين ما زال ما تعلمش الحروف العربية ما زال ما بداش ينتقل الكلمة مخارج صوتية هي يقول لك لغة الأم أولى فأولى لغة الأم علش دوك في الأوين الأخيرة كاين غطاء دي لونغاج كنجي معنا ليراد أطفال عند غطاء دي لونغاج عند غطاء دي لونغاج عند غطاء دي لونغاج كامل الأطفال عندهم تأخير في النطق نعم وهذا المشكلة ما كانش يعني في الماضي ما كانش في الماضي أنا مثلا لغة الأم هي القبائلية ما تحددتش العربية حتى دخلت لسنة أولى ابتدائي والحمد لله حمد لله لكن الآن هنا أولدت لا مودة سي ألمان دي لكي تدخل عندك الروضة تاعك أسكت هدرو فرنسي وتلقى هي أساسا ما عندهاش ما تهدرو فرنسي نعم وتشتار طريق الفرنسية وكأننا لازلنا مستعمارين وكأننا لازلنا مستعمارين ماليش من تعلم لغة قومين أمين شرقين لكن ماشي ليس طفل في ثلاث سنوات أو عامين أو أربع نعم كلغة ثانية نعم كلغة ثانية أكيد اللغة الأمية لغتنا الرسمية العربية والأمازيغية تعلم العربية متع أفهم شوية الأمازيغية ومبدأ أبحث على اللغة إذا كانت تلقائيين يتعلم الفرنسية مليح نعم بسعب سعني أن نحثه هو ما يفهم ويبدأ يساله إن كنبلكس ويهرب خاصة إلى الأسرة ما تهدش بالفرنسية وانا نقول له بدأت جئت قولي شبيه هشم وشي حبي يجي للرودة آبو ما كشفه ملاش ما وشي حبي جيرو نحف عنه يقرأ الفرنسية هو ما وشي يفهم أو يشوف فيه بعيد أو يشوف فيه رحو حاجة بيننا له ما تقدرش درنا له إحاءات سلبية بطريقة غير مباشرة قلنا له أنت ما تقدرش وما توصلش في هذا اللاجنة نحن نقول له غير تقدر وتتوصله بغاف نعم سيدتي في الختام كلمة قصيرة نشكركم على هذا الاستضافة نشكر سيدة الوزيرة اللي دارت التفات لنا وهدرنا معها ودخلتنا للمكتب تحها وأنا رسلناها والاقتراحات بشتوفهم نعم شكرا سيدة ريم صلحي على هذه الملومات وشكرا على سعة صدرك وتقبلك لأسئلاتنا إلى هنا إذن مشاهدين نأتي إلى ختم هذا العدد من حصتكم حديث الصحافة لقاء يتجدد بكم في موعدة لاحقة